اخيرا كشف النقاب عما خفية من مضمون خطة المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتين جريفث المقرر ان تكون محل بحث في مجلس الامن الدولي منتصف الشهر الجاري فقد افادت وكالة رويترز نقلا عن مسودة اكدها مصدران بان خطة السلام تدعو ميليسيا الحوثي الى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها التحالف بالاضافة الى التوصل الى اتفاق على حكم انتقالي الخطة في شقها العسكري تقضي بهجوب تسليم الاطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة على ان لا تستثنى اي جماعة مسلحة وبحسب الخطة فان مجلسا عسكريا وطنيا هو الذي سيشرف على خطوات انسحاب تدريجيا للجماعات المسلحة من مناطق معينة وتسليم الاسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية وفي الشق السياسي منها تقضي الخطة بانشاء حكومة انتقالية يقودها رئيس وزراء متفقا عليه تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية والتعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية بالاضافة الى المصالحة بين الاطراف فيما بعد ضمن جدول عمل للانتقال السياسي مسؤول في ميليشيا الحوثي عبر مبكرا عن ترحيب الميليشيا الحذر بهذه الخطة معتبرا ان موقف الميليشيا سيتحدد بمدى جدية واحترام الاطراف الاخرى لدور الامم المتحدة فيما المح وزير الدول الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش الى رغبة ابو ظبي في دعم جهود جريفث في سياق تقدير بلاده لان العملية السياسية ستنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية وتفضي في نهاية المطاف الى نظام سياسي جديد في اليمن ويرى المراقبون ان الاشارة الاماراتية الواضحة للنظام السياسي الجديد تعزز القناعة بان خطة جريفة للسلام جزء جوهري من التركة التي خلفتها جهود المبعوث الاممي السابق وتلك التي بذلها وزير الخارجية الامريكية الاسبق جون كيري خصوصا في ظل التفاهم الاماراتي والترحيب الحوثي والى ان يتحدد موقف الحكومة مما كشف من خطة جريفة للسلام فان هذه الخطة ترمي في المحصلة النهائية الى تقويض البنية الحالية للسلطة الشرعية وتكريس مكاسب الحرب للاطراف التي انقضت ذات يوم على العملية السياسية وقادت البلاد الى حرب شاملة ولأكثر الازمات الانسانية السوءة